ومديني طبعا 47 heights علشان نعمل من النمبرز اللي قدامي دي لازم اول حاجة بتطلع المنمم باليو او المنمم هايت والماكسمام هايت هندور نشوف فين اقل نمبر عندي اقل حاجة والماكسمام عندي هو ما بين الماكسمام والمينمم ده حاجة اسمها يبقى هو يبقى هيتلع ب طب احنا هنخلي عندي بفايف هيتلع عندي هنا كم ست النامبر اف ست الفورتي ديفايد فيفايف يبقى النامبر اف الست بيطلع هو الـ الديفرنز اللي احنا جبناه اللي احنا ضعناه بفايف يبقى هيتلع عندي هنا ايت ست اول ست عندي اللي هو اظهر النمبر ببتدي من one hundred fifty five بعديها انا مختارة ال set length عندي ب five يبقى بعديها five numbers حيبة one hundred sixty and more then one hundred sixty five one hundred seventy one hundred seventy five one hundred eighty one hundred eighty five one hundred ninety طبعا اخر حاجة من one hundred ninety one hundred ninety five اوكي لان انا مختارة ال difference ما بينهم ب five او ال set length عندي ب five اوكي هبتدي بقى احسب ال one hundred fifty five two one hundred sixty اللي هي اول ست من one hundred fifty five ل one hundred sixty بعدهم وبطلع يطلعوا قد ايه الفريقونسي بتاهمها يطلع بايت من one hundred sixty ل one hundred sixty five بعد ال numbers اللي one hundred sixty one hundred sixty one one hundred sixty two sixty three لحد سكستي فور لحد قبل ال one hundred sixty five بعدهم هيتلعوا six from one hundred sixty five to one hundred seventy six from one hundred seventy to one hundred seventy five لما عدناهم بطلعوا برضو six from one hundred seventy five to one hundred eighty four من one hundred eighty لحد one hundred eighty five لما عدناهم بطلعوا هو three اخر حاجة بقى من one hundred ninety ل one hundred ninety five هنعد مع بعض دلوقتي هيتلعوا ايت اوكي يبقى طبعا بنرسم اللي هي اللي هي التاليز يعارفين بنعمل كده شرط وكل فور مع بعض مناخدهم والنمبر بنكتبه في الفريقونسي بعدين عايزين بقى نحول لتابل ديت لفريقونسي تابل يبقى هنشين في النص اللي هي التاليز ويبقى عندي وفريقونسي وهكتبهم بس بالعرض لحد اخر النمبر اللي هو ايه والنمبر اللي انا طلعتها عدد اللي عندي دي اللي هو اصغر من وقبر حاجة عندي طبعا بيسألني دلوقتي بيقولي what is the number of students who have the highest height اكبر height عندي هو ايه نمبر ايت اوكي ده اكبر height اللي هو النامبر اوف students انا عايز النامبر اوف students اللي ليهم اكبر height يبقى طبعا ايت students البرسنتج بتاعتهم هم ايت من 47 يبقى ايت ديفايد 47 طبعا بي هندرد برسنت عشان اطلعهم as a percentage what is the number of students بيسأل على النامبر of students يبقى النامبر اللي تحت whose heights are less than 165 اللي فيهم اقل من وهنا 165 يبقى من قبل 165 كده هبتدي احسب ال 165 فهي اللي قبلها 2 sets واحدة بقيت واحدة بسيكس يبقى 8 plus 6 تطلع بفورتين طب اذا برسنتج يبقى 14 على ايه على 400 او على 47 يبقى 14 divided 47 طبعا اذا برسنتج يبقى 100% number 2 the following frequency table shows the shares of money in pounds hold by the pupils of a class in the project of building a hospital near to the school number 1 what is the number of pupils who shared with an amount of money lies between 40 and 50 النumbers اللي ما بين 40 وال50 pounds اهي يبقى من 40 لحد 50 تلعوا كام 8 باخد النumber بقى اللي تحت ال number of pupils هو بيسألي على number of pupils يبقوا 8 طب what is the number of pupils who shared with the least amount of money اقل amount of money هي ايه هو 20 20 pounds او من 20 يعني 30 يطلعوا كام 3 اوكي هو بيسأل على number of money مش بيسأل على amount number of pupils مش بيسأل amount of money يبقى number 3 الpercentage بقى بتاعت 3 هما 3 من 40 يبقى 3 divided 40 طبعا by hundred percent عشان يطلعها ازا برسنتج هتطلع 7.5 برسنت number 3 what is the number of pupils who shared with an amount of money equal 60 amount of money اللي equal 60 pounds and more طبعا 60 and more يعني ازيت من 60 يبقى from 60 كده لحد الاخر 60 and more و7 and more يبقى 7 plus 4 عددهم 7 plus 4 يعني 11 والبرسنتج يبقى 11 divided 40 divide عددهم اللي هو total number طبعا by hundred percent تطلع 27.5 يبقى دايما النمبر اللي بيطلع عندي بعمله divide total by hundred percent عشان يطلعه كبرسنتج موسيقى 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 موسيقى